السلام عليكم إخواني الأخوات متتبعي قناة أخبار الوظيفة بعدما تحدثت سابقا عن الشروط والوتائق المطلوبة فيما يخص مباراة لتوظيف أعوان التنمية بمؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر فاليوم إن شاء الله سيكون حديثنا في هذا الفيديو عن طبيعة وبعض نماذج الأسئلة التي تطرح في الإختبارات الكتابية والشفوية في هذه المباراة وقبل ما نقدم لكم هذه النماذج الناس لماذا لا تشتركوا معنا في القناة لا تنسوا الدعم ونباشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد إذن نبدأ أولا بأسئلة الإختبار الكتابي بالنسبة أسئلة الإختبار الكتابي كتكون سهلة وفي المتلاول والغالبية كيتوفق في هذه المرحلة الأولى باستناء بعض الحالات كيكون هناك ثلاث أسئلة وإنت عندك الحق تختار سؤال واحد وتجاوب أعلى طبيعة الأسئلة كتكون عندها علاقة بالثقافة العامة أو الشركات أو المقاولات ونعطيكم نماذج لبعض هذه الأسئلة مثلا تحدث عن دور المرأة داخل المجتمع كما لاحظتم هذا السؤال فهو سهل والكل سيتمكن من إجابة عليه ثم سؤال آخر وهو أتار كورونا على الاقتصاد الوطني فهل هذه الأسئلة المتعلقة بكورونا كالتطرح بزفل هذا حاولوا تراجعهم ثم النموذج التنموي الجديد كما تعرفون فهذا السؤال كتطرح بزف العديد من المباريات منها يعني المحررين القضائيين ثم الملحقين إلى آخره سؤال آخر الإدارة الإلكترونية ثم إيجابيات وسلبيات الأنترنت ثم تحدث عن المقاول الذاتي لكن هذا السؤال كيتطرح بزفل الاختبار الشفوي كذلك حاولوا تراجعوا يعني التعاونيات حيث سبقوا التطرح هذا السؤال في التعاونيات نفس الأمر كذلك حاولوا تراجعوا يعني الجمعيات وأخيرا سؤال يتعلق بالشركة فيما يخص هذا السؤال سبقوا التطرح السناء الماضية إذن كما لاحظتم فهذه هي طبيعة الأسئلة التي تطرح في الاختبار الكتابي أما الآن سننتقل للحديث عن الأسئلة التي تطرح في الاختبار الشفوي بالنسبة أسئلة الاختبار الشفوي حتى هي تكون سهلة في المتناول تحتاج فقط إلى شيء من التركيز وهذه أسئلة الاختبار الشفوي كتكون متعلقة بالقروض الصغرى المهم أنا قد نحاول أن أقدم لكم هذه الأسئلة التي تطرح في الاختبار الشفوي ومن بينها أسئلة طريحة السناء الماضية أول حاجة أدخل أمام اللجنة مكونة من شخصين أو ثلاث أشخاص هيتطرح عليك بعض الأسئلة أولا يقول لك عرفنا براسك ثم شنو المقصود من القروض الصغرى وشنو هي مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر كيفاش يمكن لك تتعامل مع الزبائن شنو هو القانون المنظم للسلفات الصغرى يعني خاصة تكونوا عارفين القانون اللي كينظم السلفات الصغرى ونعطيكم الجواب هو القانون رقم 18-97 أو مثلا يقول لك اعطينا الإطار القانوني لمؤسسات القروض الصغرى ثم ما هي أنواع القروض الصغرى الممنوحة من طرف المؤسسات ويقول لك مثلا هل عملية السلفات الصغرى خاضعة للضريبة أو سؤال آخر مثلا كيفاش كيتم تسديد القروض يقول لك مثلا شحال هي نسبة الفائدة أو شنو هي الشروط اللي خاصة توفر في الزبون لطلب القرض كذلك هذا السؤال خاصكم تراجعه شنو هو المقاول الذاتي سؤال آخر شنو هي حالات الإعفاء والسماح من تسديد القرض كذلك يقدر يقول لك شنو هي شروط تجديد القروض الصغرى ويقدر يقول لك واش تتعرفت ركب في الموتور ثم شنو هي الأهداف الأساسية لمؤسسات القروض الصغرى وآخر سؤال يقدر يقول لك شنو هو المبلغ اللي كيتم الحصول عليه عن طريق القروض الصغرى وكم هي مدة القرض إذن هذه هي الأسئلة اللي تقدر تطراح في الاختبار الشفوي قبل ما نختم الفيديو بغيت نوضح لكم بعض النقاط الأساسية والضرورية حيث كان بعض المترشحين كيبقوا يسهولوا مثلا واشكاعي طفل هاتف أو كيسردوا رسالة عبر جيميل إلى آخره المهم الناس اللي دفعوا الميلف ديالهم يستوفي لجميع الشروط من بعد كتوصلوا برسالة نصية عبر هاتفكم حيث تلقوا مكان والزمان والتاريخ لإجراء الاختبار الكتابي ثم الشفوي أو الاتصال عبر رقم الهاتف بالنسبة لاختبار الكتابي مثلا كيكون في الصباح 8 صباحا أو العاشرة أو التسعة مدة الامتحان ساعتين من اللي كتدوزو الاختبار الكتابي كتبقوا أمام مقر الامتحان كذن تضروه ساعتين أو ثلاث ساعات ويتم الإعلان عن لائحة المقبولين لجهاز الاختبار الشفوي بمعنى فنهار واحد كتدوزو الاختبار الكتابي والشفوي من اللي كتدوزو الشفوي كيقولكم صافي مشو حالكم حتى نعيطلكم يعني إذا كتش حاجة عيطلك إذا ما كنتش مقبول معا عيطلكش إذن هذا هو كل ما يخص عن طبيعة ونماذج بعض الأسئلة التي تطرح في الاختبارات الكتابية والشفاوية مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر أخيرا أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم وما تنسوش الدعمنا بالاشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد وبالتوفيق